بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الأبطال في درسنا لهذا اليوم في مادة الدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بأن أتواجد معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم سورة القدر بإذن الله تعالى خلال زمن هذا الدرس سنقوم بحفظ وتعلم سورة القدر في البداية لدينا تعليمات هامة يجب علينا الالتزام بها واتباعها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن نختار المكان المناسب للتعلم عن بعد وحتى إذا كان داخل الصف سواء كان عن بعد أو أنا في الأخير سأتعلم عبر الشاشة من المهم جدا أن يكون المكان مهيئ ومناسب لا يكون بجانبي بعض المأكلات بعض المشروبات بعض الألعاب التي تشغلني عن الانتباه والاستماع والتركيز لهذا الدرس من المهم جدا كذلك أن يكون لدي الكتاب والقلم والألوان لنقوم بحل بعض الأنشطة في هذا الدرس الأمر الثالث كذلك لنتفق عليه سويا أن أستمر في المتابعة والمشاهدة أستمر يعني لا أرفعيني عن الشاشة حتى انتهاء زمن هذا الدرس ليكون لنا أكبر قدر ممكن من الفائدة لمشاهدتنا واستماعنا لهذا الدرس يا أبطال لنبدأ الآن على بركة الله الدرس الخامس سورة القدر سنقوم بحفظها وتلاوتها سورة القدر من منكم حفظ آيات هذه السورة حفظنا أول أربع آيات وقمنا بتكرارها من حفظ هذه الآيات أول الآيات وساعدكم في بداية السورة بعد أن نساعدكم أريد منكم القيام وتلاوتها أمام الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أحسنتم و بارك الله فيكم من قام بحفظها وتحضيرها من الدرس السابق أحسنت و بارك الله فيك من المهم جدا أن نحاول دائما حفظ هذه الآيات و حتى إذا لم أستطع حفظها فأني سأستمع إليها و سأحصل بإذن الله تعالى الأجر العظيم على سماعي للقرآن الكريم على تلاوته أثناء تكرارنا كذلك لهذه الآيات من المهم جدا يا أبطال إذا كنت أحفظ بي المصحف إذا كنت أحفظ عن طريق القرآن الكريم من المهم جدا جدا يا أبطال أن لا أقوم بلمس المصحف و القرآن الكريم إلا عندما أكون متوضئا يعني لازم قبل لا أقرأ قرآن الكريم من المصحف أن أكون متوضئ لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن العظيم لا يجب علينا أن نقوم بلمسه إلا عندما نكون متوضئين وتعلمنا كيفية الوضوء في الدروس السابقة لدينا في مادة الدراسات الإسلامية فمن المهم جدا جدا أن لا ألمس المصحف إلا عندما أكون على طهارة على سبيل المثال عندما تشاهدوا أمامكم الآن عبر الشاشة عندما أريد لمس القرآن الكريم إذا كان أمامي القرآن الكريم وأريد لمس هذا القرآن الكريم فأني من المهم جدا إذا كان أحتوي على الصور أن أقوم بالوضوء قبل أن أقوم بمس ولمس المصحف يا أبطال ولماذا ذكرنا هذا قلنا قبل قليل أن السبب أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو عظيم جدا يجب علينا أن نعظمه نجل نوقر هذا القرآن الكريم إذا كان لدي في الحقيبة شنطتي يا أبطال القرآن الكريم فأني لا أضعه أسفل الكتب يجب أن يكون في أعلى هذه الكتب لا أقوم برمي الحقيبة إذا كان فيها القرآن الكريم عندما أدخل إلى الفصل أو عندما أدخل إلى البيت لا أقوم برمي حقيبتي وفيها وفي داخلها القرآن الكريم من المهم جدا كذلك يا أبطال عندما يكون على الرف أن لا يكون فوقه أي كتاب آخر دائما القرآن الكريم هو الذي يكون في الأعلى كما عهدكم وكما تعلمنا دائما ونقوم بفعل هذه الأعمال وهذه الأداب مع القرآن الكريم الآن لنبدأ حفظ آيات سورة القدر على بركة الله اقرأ سورة القدر مع الإشارة إلى آياتها بمعنى عندما تشاهد المؤشر ضع أصبعك في نفس مكان المؤشر الذي نقرأ به هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر تنزل الملائكة تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر إلى هنا قمنا بالقراءة والتلاوة وحفظ هذه الآيات في درسنا السابق من منكم حفظ هذه الآيات بعدما قمنا بتكرارها مرة أخرى استطاع تذكرها فليقم بقراءتها الآن بإمكان حتى التلاوة من المصحف شاهدوها أمامكم وقوموا بتلاوتها وقوموا بالتلاوة مع المؤشر عندما تشاهدونه أمامكم اقرأ من حفظك أو حتى بالقراءة عبر الشاشة تشاهدونها أمامكم أدع لكم فرصة للقراءة ومتابعة المؤشر أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم قمنا بالحفظ والتلاوة حتى هذه الآية سلام هي أو التي قبلها نأنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اقرأوها مرة أخرى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في الأخير لدينا يا أبطال سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر أحسنتم و بارك الله فيكم سلام هي حتى مطلع الفجر النشاط الرابع لدينا يا أبطال أرسم دائرة حول معنى الآية الصحيح إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل وهي إحدى ليالي شهر رمضان أم معناها ليلة القدر خير من ألف شهر أم يكثر نزول الملائكة فيها هيا يا أبطال ما هو المعنى الصحيح للآية إنا أنزلناه في ليلة القدر المعنى إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل وهي إحدى ليالي شهر رمضان وهي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أحسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم و قوموا بحلها في الكتاب لديكم من المهم جدا يا أبطال دائما أن نتعلم معاني هذه الآيات أريد منكم قراءة العديد من القصص يا أبطال هناك قصص تشرح معاني هذه الآيات سورة القدر والأمي أو أبوي أو الأستاذ أن عندنا الكثير من الكتب التي تبين معاني الكلمات بما يتناسب مع قدراتنا و أمكانياتنا يا أبطال بإمكاننا القراءة منها توجد فيها بعض الصور الجميلة التي تساعدنا على الحفظ كما تشاهدون أمامكم في هذا الكتاب يا أبطال هناك بعض الرسومات التي تساعدني على فهم و استيعاب هذه الآيات التي أحفظها أعزائي الأبطال إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم على إنصاتكم و استماعكم تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته